حلو ان انت تطلع لمنتخم مص لاعب دولي فترة قليلة جد يعني زيكم طبعا هو امكانياته الفردية عظيمة ورائعة ويحسب ليه تقول لكم برح كان عمل مبارا جيدة ايضا امام الداخلية بس حلو انه يبقى لاعب من حرس الحدود يخش منتخم مص انا اخر اسم اتذكره تقريبا لاعب من حسود داخل كان احمد ايدا عمالك احمد ايدا عمالك احمد احمد عبدالغاني احمد عبدالغاني عبدالغاني نجاح دخل فترة قليلة اه كان من 10 سنين طبعا يعني اول حاجة نجاح للادارة نجاح للجهاز الفني وشغل الجهاز الفني لان اللعيب لما يكون اول مرة يلعب دولي ممتاز وبعد 3 مغاريات يكون ضمن العناصر في المنتخب مصري اكيد هو كان دخل منتخب ضمن منظومة اه هو عنده قدرات كويسة ولكن لو المنظومة بتاعت الفرقة مساعدتهش انه يبرز القدرات دي عمر ما كان هيلفت النظر فهو خامة كويسة والفرقة ساعدته واللعيب اللي جنبه ساعدته ويمكن أنا أول ما توليت المسؤولية في حرس الحدود فاطل إعداد توسمت في فيزيكو حتى أنا كنت أتكلم مع الجهاز والإدارة إن إحنا عندنا لعيب ما كانوا في حتة تانية غير حرس الحدود لأ ما كانوا في نادي كبير في حتة كبيرة لإن قدراته كويسة قدراته مميزة والحمد لله كانت نظرته يعني صح الولد بعد ثلاث مغرات راحل المنتخب إحنا برضو اشتغلنا عليه كتير في النواحد تاكتكية والنواحد تنظيمية والحمد لله نجح أنا عشان كده أنا ليه نسبت فضل أو جزء من الفضل ليك إنه الناس تتصور إنه اللعب إمكانياته كويسة فهيبقى موجود في المنتخب لا ما هو المدرب اللي وظفه في مكان كويس والمنظومة واللعيبة ساعدته عندنا ولد كمان 2001 برضو نتوسم فيه يكون خمة كويسة في المستقبل للمنتخب اللي وميليون 2001 لعب الأربع مبارات اللي فاتت ومؤمن عوض بلعب بكرية لعب ثلاث مبارات في الدوري قدى بشكل ممتاز لعب مبارح وقدم بشكل رائع يمكن أخطر لعب فريق الداخلية كريستوفر يعني وقفوا تماما دفاعيا وهجوميا بيقدي الدور بتاعه بشكل كويس أنا برضو من خلالك بقولي أن الولد ده هيبقى في حتة تانية ممكن يبقى موجود في المنتخب قريب أعتقد في المنتخب الومي لأنه تحت السن ده 2001